بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم. في الفيديو انا استرد عليكم شريط بحس مهم جدا يجب انك تستخدمه على نظام التشغيل ويندوز حداشر او ويندوز عشرة باستخدام شريط البحس ده تقدر تبحس عن جميع الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر عندك من سطح المكتب او انك تفتح مواقع او تبحس من خلال محرك بحس جوجل او تبحس داخل اليوتيوب او تفتح عنوان كل شيء من خلال شريط البحس ده من على سطح المكتب. بالنسبة لتحميل شريط البحس الجديد وتثبيته فتفتح الموقع الرسمي للتطبيق اسم التطبيق طبعا فلو لانشار هتضغط هنا على دونلود فروم جيت هاب بعد ذلك هتبتدى تنزل الى الاسفل وهتحدد هذا الخيار فلو لانشار ست اب دوت اي اكس اي بحيث ان احنا هنحمل النسخة القابلة للتثبيت. طبعا في نسخة محمولة من التطبيق لكن طبعا يفضل ان احنا نستخدم النسخة القابلة للتثبيت. هتضغط هنا على هذا الخيار طبعا حجم النسخة تسعين ميجا. هتضغط عليها مباشرة هتبدأ معك عملية التحميل. بعد التحميل هتفتح الموقع اللي تم التنزيل فيه الاداة بتاعتنا. ده بالكليكة عليها. هتفتح معك النافذة دي. من هنا طبعا هتقدر تحدد اللغة اللي انت عايزها. لغة عرض البرنامج. لكن طبعا للأسف التطبيق ده او الاداة غير دا عامة للغة العربية فهنستخدمه باللغة الانجليزية. بعد ذلك هتضغط هنا للبدء في عملية البحث بمجرد انك تضغط عليه. بيتم التركيز على مربع البحث الجديد. وتقدر انك تبدأ في عملية البحث. سواء بيقوم بشكل افتراضي على زائد مسافة. تقدر من هنا انك تغيره او تضيف المفتاح او اختصارات لوحة المفاتيح اللي انت عايزها. لكن انا هسيبه على مسافة الاعداد الافتراضي بعد ذلك بطلط على هذا السهم. هنا في النفذة دي اختصارات لهم اعداد البرنامج. لكن احنا لما ننتهي من عملية التسطيب هنوضح لحضراتكم دلوقتي كيفية الدخول الى الاعدادات واهم اعدادات التطبيق. بعد ذلك هتضغط على هذا السهم. بعد ذلك هنا في الصفحة دي ارشادات لكيفية استخدام عمليات البحث على مربع البحث الجديد. طبعا بتقدر تبحث داخل مستكشف الملفات. بتقدر تبحث على الويب بشكل مباشر. بتقدر تبحث داخل اعدادات الجهاز عندك. بتقدر تبحث داخل تطبيق اليوتيوب بكلمات رئيسية. يعني مربع البحث ده هيكون مربع متعدد الاستخدام من خلاله وبشكل مباشر وبشكل سريع. هتقدر تجري عمليات بحث سريعة داخل اي موقع او داخل اي تطبيق او داخل الجهاز عندك بشكل مباشر. وده اللي هنوضحه لحضراتكم دلوقتي بعد انتهاء عملية التثبيت. بعد ذلك بتظهر معاك هذه النافذة الخيار الاول. فتحة تلقائي دي محرك البحث اثناء بدء التشغيل. فطبعا هنعلم على هذا الخيار. بعد ذلك اخفاء محرك البحث بعد بدء التشغيل. فممكن نشيل علامة صح من على هذا الخيار بعد ذلك وبكده يكون تم تثبيت محرك البحث الجديد. بالنسبة لشريط البحث الجديد فطبعا هو مش بيكون ظاهر معاك على سطح المكتب غير لما بتضغط على اللي هي مسافة. طبعا في الحالة دي بيظهر معاك شريط البحث لما بتضغط على سطح المكتب فطبعا بيتعمل له اخفاء. لكن طبعا تقدر تظهره بشكل متكامل او بشكل مستمر معاك على سطح المكتب لكن الافضل طبعا انك لما تحتاج وانك تضغط على زائد مسافة هزر معاك محرك البحث الجديد. باستخدام محرك البحث ده هتقدر تبحس على اي شيء موجود عندك على الكمبيوتر اي شيء على الويب اي شيء داخل المواقع باستخدام محرك بحث جوجر. يعني على سبيل مثال لو انك محتاج مسلا الاعدادات مجرد انك هتكتب بس بعض الاحرف فهيبتدي انه واقترح عليك بعض الاعدادات اللي موجودة على الجهاز عندك طبعا بيظهر معاك هنا تقريبا خمس اقتراحات لكن لو انك حركت عجلة الموس فهتكون في عندك العديد من الاقتراحات للاعدادات اللي موجودة على الجهاز عندك. وطبعا لو انك كملت كلمة فيظهر معاك الاعدادات تقدر انك تفتح الاعدادات بشكل عادي تقدر انك تبحث داخل تطبيق الاعدادات مسلا انك محتاج فهتكتب بلوتوس فطبعا مش بتحتاج انك تكمل الكلمة بيفتح لك البلوتوس اضافة بلوتوس تقدر انك طبعا توصل للعديد من الاعدادات داخل تطبيق الاعدادات من هنا من خلال محرك البحث. بما في زلك كمان تقدر انك تبحث داخل الاشارات المرجعية او المواقع اللي انت مسبتها على المتصفح عندك. طبعا زي ما انتم شايفين دي بتكون الاشارات المرجعية المواقع المفضلة بالنسبة لنا اللي احنا بنسبتها على المتصفح. لو انك دلوقتي كنترول ومسافة يفتح معك محرك البحث. فهتكتب فقط بس حرف البي. هيبتدي مباشرة انه يظهر ليك الاشارات المرجعية المسبتة على المتصفح عندك طبعا بالمرور بعجلة الماوس زي ما انتم شايفين هتلاقي بالنسبة لي كل الاشارات المرجعية اللي موجودة على محرك على متصفح الويب عندي على سبيل المسال ويندوز حداشر. فيفتح لي الموقع الخاص بمايكروسوفت اللي انا كنت مسبت. وطبعا لو اني ضغطت هنا على مجلد مايكروسوفت فهلاقي كل الاشارات المرجعية الخاصة بمجلد مايكروسوفت. لو اني رجعت مرة اخرى الى محرك البحث. فزي ما انتم شايفين طبعا عملية البحث الاخيرة بتكون موجودة معك على محرك البحث تقدر انك ترجع لها. زي ما انتم شايفين كل ما هو داخل مجلد مايكروسوفت هتلاقيه موجودة هنا. وطبعا هو مش بيجيب لك مجلدات. ولكن بيجيب لك الاشارات المرجعية اللي موجودة داخل المجلدات بشكل منفصل بحيس انك تقدر تفتح اي موقع انت عايزه من الاشارات المرجعية اللي موجودة على المتصفح بما فيه زلك طبعا تقدر تبحث داخل آآ اليوتيوب يعني على سبيل مساء لو انك ضغطت آلتو مسافة فتحت محرك البحث بعد زلك كتبت اليوتيوب فطبعا لازم انك تكتب كلمة يوتيوب بعد كلمة يوتيوب بتكتب الشيء اللي انت محتاجه على سبيل المساء انا هكتب اسم القناة بتاعتي بعد زلك زي ما انتم شايفين بيكون فيها عندك اقتراحات عملية البحث انك تبحث عن هذا العنصر بشكل منفصل على اليوتيوب او تبحث بشكل منفصل على محرك بحس جوجل وطبعا دي ميزة مهمة جدا ان كل عمليات البحث بتتم داخل شريط البحث ده باستخدام محرك بحس جوجل فلو انك اخترت نتيجة البحث الخاصة باليوتيوب فيتم البحث مباشرة على اليوتيوب طبعا تقدر تكتب اسم اي قناة تكتب اي اسم فيديو تكتب اي مسلا حل مشكلة على سبيل المساء لو اني رجعت تاني الى مسافة بعد زلك مسحت اسم القناة وكتبت مسلا بعد كلمة يوتيوب حل مسلا مشكلة التحديثات وطبعا دعم في عمليات البحث اللغة العربية حل مشكلة التحديثات طبعا زي ما قلت لكم تقدر تبحث داخل اليوتيوب تقدر تبحث داخل جوجل عن البحث داخل اليوتيوب فزي ما انتم شايفين هجيب لك نتائج البحث عن المشكلة اللي انت بحثت عنها على اليوتيوب داخل آآ تطبيق اليوتيوب بكل بساطة فطبعا المحرك بحث مهم جدا وممتاز جدا لان من خلال هزي الايكونة على سطح المكتب او هذا الشريط على سطح المكتب هتقدر تعمل اي اجراءات خاصة بجهاز الكمبيوتر عندك يعني على سبيل المثال لو اننا عملنا او كتبنا فزي ما انتم شايفين تقدر تعمل فقط بمجرات ضغطة واحدة لو انك مثلا عايز تعمل فتقدر انك تعمل بمجرات ضغطة واحدة بما فيه زلك ايضا اجراء عمليات يعني على سبيل المثال لو اننا كتبنا الرمز له زي ما انتم شايفين كده تقدر انك تجري اوامر او عمليات من خلال محرك البحث من هنا فقط بس هتكتب هذا الرمز بعد زلك هتكتب امر اللي انت عايزه يعني على سبيل المثال لو اننا كتبنا هذا الامر الامر الخاص بيتدقيق ملفات النظام واصلاح ملفات النظام لو اننا ضغطنا عليه زي ما انتم شايفين بعد زلك فبشكل مباشر هينفذ الامر ليك من خلال موجه الاوامر بشكل تلقائي دون الحاجة او بيوفر عليك عدة عمليات ممكن انك تجريها انك تفتح تطبيق البحث بعد زلك تكتب بعد زلك تكتب الامر بكل بساطة تكتب الامر من خلال تطبيق البحث وبكل بساطة من خلال محرك البحث هيتم تنفيذ الاوامر الخاصة بيك بما في زلك تقدر تستخدمه كآلة حسبة سريعة معك على سطح المكتب كل ما هنالك انك بتكتب العملية الحسابية بتاعتك هنا في شريط البحث وبكل بساطة بيتم عرض نتيجة البحث هنا في اول خيار تقدر تبحث داخل مستكشف الملفات عن ملفاتك بشكل سريع جدا دون الحاجة الى فتح مستكشف الملفات ولكن باستخدام شريط البحث ده عملية البحث عن الملفات بتتم من خلال الملفات الشخصية فقط يعني اي شيء موجود عندك على او في الدونلود او في الدكومنتز ولكن لو انك احتاجت انك تبحث فيه كامل الملفات اللي موجودة على الجهاز عندك يعني فيه كامل هتحتاج انك تفتح او تسبت تطبيق اخر مساعد مود مجمعه هذا التطبيق بحيس انه يتكامل معه وتقدر انك تبحث فيه كامل الملفات عندك من علبة النظام كليك يمين على ايكونة شريط البحث بعد ذلك سيتنج الاعدادات ثم بعد ذلك من القائمة على الشمال بعد ذلك هتنزل على هذا التطبيق تطبيق البحث المعروف هتضغط عليه بعد ذلك هتضغط على انستول هيظر معك المثبت للتطبيق في شريط البحث فقط هتضغط على انتر بعد ذلك هتظهر معك هعزين نفذها تضغط على اوكي بعد ذلك هتفتح معك هعزين نفذها تضغط على نو ثم هتنتظر عدة ثواني بسيطة الحين مايتم الانتهاء من تصبيت التطبيق بعد ذلك هتفتح معك بشكل مباشر طبعا من خلال تطبيق ايفري سينك تقدر انك تجري عمليات بحث داخل الملفات عندك ولكن فقط احنا بنثبته عشان يعمل تكامل مع شريط البحث من خلال سطح المكتب تقدر انك تقفله دلوقتي بعد ذلك لو اننا فتحنا محرك البحث ألط ومسافة ثم بعد ذلك تقدر تبحث عن اي ملف موجود داخل الكمبيوتر عندك وتفتحه دون الحاجة الى فتح مستكشف الملفات على سبيل المثال على عندي برتشن الاف فهكتب حرف الاف لو اني عايز ابحث بشكل مباشر داخل برتشن معين فهكتب حرف الاف بعد ذلك نقطتين رأسيتان ثم مسافة على سبيل المثال لو انك عارف اسم مجلد داخل برتشن الاسم فهتكتب اسم المجلد او اول احرف منه فهيظهر معك فعلى سبيل المثال عندي مجلد ماي فيديو فبمجلد انك بتكتب اسم المجلد بتاعك بيظهر معك وبتضغط عليه بيفتح معك من خلال مستكشف الملفات اما لو انك عايز تبحث داخل البرتشن بشكل مباشر او بشكل عام فهتكتب اسم البرتشن على سبيل المثال برتشن الدي عندي ثم نقطتين رأسيتان هيزهر لك زي ما انتم شايفين كل محتويات الملفات اللي موجودة داخل برتشن الدي عندي تقدر انك تبحث عنه وتفتح المجلد اللي انت عايزه بما فيه زلك ايضا تقدر تستخدم شرية البحث فيه فتح عنوين يعني لو ان حد بعت لك اي رابط لتحميل اي ملف تقدر باستخدام شرية البحث هنا انك تضيف عنوان هنا في شرية البحث وبكل بساطة يتم توجيهك الى المتصفح للتحميل اي ملف او فتح اي موقع وفي الاخير بالنسبة لأهم اعدادات التطبيق فالتطبيق بيكون معك هنا في علبة النظام كليكي من عليه بعد ذلك الاعدادات فطبعا بالنسبة لأهم اعدادات التطبيق هذا الخيار الرقم تلاتة لو انك محتاج التطبيق يفضل موجود معك بشكل دائم فهتشيل علامة صحة من على هذا الخيار لكن طبعا يفضل انه يكون مخفي ولما انك تحتاجه فقط تستدعيه من خلال ومسافة بعد ذلك بيكون معك موجود في الاسفل هذا للخيار الحد الاقصى من نتائج البحث طبعا بيزرق لك خمس نتائج بحث سقدر انك تخليهم اكتر من كده من خلال هذا والتبويب بعد ذلك طبعا هذه الاضافات الخدمات اللي بيتكامل معها شريط البحث يعني البحث داخل الاشارات المرجعية المسبتة في المتصفحات استخدام الالة الحزبة استخدام تطبيق اللي احنا سبتناه عشان يبحث داخل عندك عن الملفات البحث داخل مستكشف الملفات البحث في اعدادات النظام والبحث في البرامج والبحث في او فتح عنوين والبحث في الخدمات اللي تقدر انك تستفاد منها من خلال شريط البحث بعد ذلك ودي طبعا الخدمات او التطبيقات اللي ممكن انك تسبتها ويتكامل معها التطبيق بعد ذلك الخاص بالتطبيق تقدر انك من خلال هذه الخيارات انك تعدل في السمات الخاصة بشريط البحث على سطح المكتب تقدر انك تعدل فيها او تعدل في الخيارات زي ما انت عايز بحس توصل لشكل المناسب معك على سطح المكتب وبكده نكون استعرضنا على حضرتكم شريط بحس مهم جدا يجب انه يكون معك سواء كنت بتستخدم ويندوز عشرة او ويندوز حداشر هتقدر من خلال سطح المكتب انك تبحث عن اي شيء على جهاز الكمبيوتر او في الويب او في اعدادات نظام تغلق او تعمل اعادة تشغيل الجهاز كل شيء من خلال شريط البحس ده. نتمنى ان نكون افادناكم به هذا الامر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.